لو انا عملت زراعة عدسة سواء كانت الخارجية اللي كنا بنتكلم عنها او اللي بين العدسة الطبعية وبين الاسمها ايه الحتة الامامية القزحية القزحية وحصل ميا بيضة بعد فترة من الفترات اي ان كان هو عملها عند سن 25 وعند سن الاربعين او عن سن 50 حصل ميا بيضة ينفع اعمل ساعتها تغيير عدسة او استبدال عدسة اه ينفع ما فيش مشكلة خالص العدسة اللي بتتزجع جوه العين العدسة الاي سي ايه اللي دي ببساطة الناس مش متخيلة هي بالزبط زي العدسة اللاسقة زي الكونتاك لينز بس بدلا ما بلبسها برا بحطها جوه العين تمام هي بتبقى رقيقة جدا وخفيفة جدا سهل جدا ان انا طلحها وعمل عملية الميا البيضة بدون اي مشكلة خالص وان انا عالك انت مش بحتاج لها كمان خلاص انا كده غيرت اه خلاص احنا شلناها وغيرنا على مقاس المريض فخلاص الموضوع يعني مفيش فيه ادنى مشكلة تمام اه فزان بقولت لحضرتك بنخاف من موضوع الشبكية تمام طيب العدسات الاي سي ال انا هنا لما باجي ازرع العدسة انا محتفظ بالعدسة دي فهي مفيش اهتزازات على الجسم الزجاجي هما الاتنين في بعض مسكين في بعض فمفيش اهتزازات انا كل اللي عملته جيت حطيت حاجة قدامه فانا كده بدي امان اعلى للمريض تمام لانه هي بس المشكلة ودي مهمة جدا ان فرق التكلفة كبير جدا ما بين الاتنين فرق التكلفة مهم لكن عينيك اغلى من اي تكلفة طبعا انا بقول للمريض اذا انت ما عندكش امكانية ان انت تزرع العدسة الاي سي ال او العدسة الثانوية دي ما تعملش عملية لكن ما تستبدلش عدسة لمجرد ان تكلفتها اقل لا خليك بنضارتك احسن قعد بالنضار مش هيحصل حاجة لكن مفيش داعي ان احنا نعرض العين لانفصال في الشبكية علشان بس عايزين نستغنى عن النضار فالتكلفة مهمة لكن عينيك اهم من اي تكلفة لكن العدسة يا دكتور الخارجية بيكون برضو لها اضرار على الشبكية ولا هي مجرد انها مش احسن حاجة في الشكل الخارجي للعين او بتبقى بينها اه العدسة الخارجية احنا هنا لو جينا احنا قلنا ان دي العدسة اللي بتتحط على القزحية بتاعت العين تمام وقدامها على طول القرانية فهي بتبقى في المسافة ما بين القزحية وما بين القرانية بتاعت العين تمام بتبقى في المسافة ما بين الاتنين دول ما بين القرانية اللي هي دي اللي هو اول جزء في العين خالص وما بين القزحية المريض لو دعك في عيني خد القرانية دي خليها تحكي في العدسة او تخبط في العدسة فكده مع الوقت في جزء الخلايا المبطنة للقرانية عددها بيقل وفي بعض الناس بيحصل شبروجة على القرانية فاحنا كنا زمان متحمسين ديها لكن مؤخرا ما بقناش متحمسين ديها لان دا بيقصر على جودة القرانية نفسها وللأسف في ناس بنتطر مع الوقت ان احنا نشيل العدسة دي علشان ما تأثرش على القرانية بتاعة العين ولو شل العدسة يرجع يلبس نظارها عايتي خالص بالزبط كده فاهماني فهي حل كان كويس لكنه انا باعتبر حل قديم شوية وهي كان يعني برضو تكلفتها اقل شوية هي تكلفة مهمة تكلفة مهمة طبعا لكن المريض بعد فترة بنقوله ممنوع تدعك في عينيك كتير من المرضى بينسى طبعا فبيدعك في عينيك دعك في العين ده للأسف ساعتي خسرنا القرانية نفسها يا توصل لمرحلة القرانية بالزبط كده في حالات للأسف وصلت لكده معنى كده يا دكتور اني دي تعتبر من اهم عيوبها يعني على قد ان هي ممكن تكون مميزاتها انها سعرها اقل شوية سعرها اقل وتكنيكالي اسهل اسهل وعملية سريعة جدا ويعني في منتهى السهولة لكن عيوبها على المدى البعيد كبير تمام وبالنسبة للإي سي إل لحد دلوقتي ما اظهرش من ناحيتها اي عيوب يعني بسي هو عيوبها بسيطة جدا يعني عيوبها قليلة ساعات يحصل الفترة بسيطة ارتفاع في ضغط العين او يحصل شوية التهاب قضحي بسيط لكن كل ده بتتعالج وبتبقى تمرج يعني حاجة فترة مؤقتة وبتتعالج وخلاص فاهمني لكن على الاستابلتي وعلى النظر وعلى كل حاجة الإي سي إل دلوقتي أثبتت انها أحسن حاجة عامل السن يا دكتور بيفرق في تغيير أو زراعة العدسة آه تمام احنا زي ما قلنا احنا قبل سننا كبيرين سنة ما نحبش نعمل غير العدسات حتى يا دكتور يعني بتقول المريض ان هو يحط الإي سي إل بالزبط كده مش هنحط العدسة الخارجية لمجرد بس ان احنا ممكن نوفر أكتر أو نستبدلها بعد فترة من الفترات بالزبط كده